بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون وقع الخميس باسم الرئيس الجزائري رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل على سجل التعازي بمقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمرافقين لهما إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم وعبر رئيس مجلس الأمة الجزائري بالمناسبة عن أحر التعازي من الرئيس تبون والجزائر حكومة وشعبا في الفاجعة التي ألمت بالشعب الإيراني مؤكدا أن الأمة الإسلامية تسجل له دوره الفعال وإسهامه الكبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لها ومستذكرا حرصه على توطيد وترقية التعاون الثنائي بين الجزائر والطهران ترجمة نانسي قنقر